موسيقى اهلا بكم يقول المراقبون وصول العملية السياسية في العراق إلى مرحلة التحجر السياسي بهذا المستوى الخطير سببه الصراع المحتدم داخل البيت السياسي الشيعي على الزعامة السياسية كما أن هذا التحجر والانسداد السياسي مرتبط بشكل كبير بنتائج وتداعيات ثورة تشين في العام 2019 والخوف من انفجارها مجددا بوتيرة أكثر زخما وعنفا واستمرار الانحطاط والانحدار العام في كل شيء في العراق وبقاء الفساد الحكومي وتغول الميليشيات وهيمنتها على مفاصل الدولة العراقية وثم تم يؤكد من المراقبين أيضا أن قوى الإطار التنسيق باتت تشعر بالضعف والقلق رغم انفرادها بحكم العراق بعد انسحاب شريكها القوي في التيار الصدري أو التيار الصدري وبسبب التطورات الإقليمية ومنها مثلا الاتفاق الإيراني السعودي وتزايد وتواصل الضغط الغربي على طهران وهو ما يفسر هذا الاندفاع المهموم والإصرار من قوى الإطار التنسيق على إعادة العمل بقوى سانت ليغو الانتخابي في محاولة من هذه القوى القلقة لإعادة التماسك والقوى إلى العملية السياسية قلق قوى الإطار التنسيقي ومحاولاتها لإعادة القوى والتماسك للعملية السياسية المتصدع هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية كيف ساهم الصراع المزمن والمحتدم بين قوى العملية السياسية في وصول هذه العملية إلى نقطة التحجر والانسداد السياسي الخطير ولماذا باتت قوى الإطار التنسيقي وميليشياتها تشعر بالضعف والذعر بعد التطورات الإقليمية الجديدة واستمرار الضغط الغربي على إيران وما علاقة إعادة العمل بقانون سانت ليغو الانتخاب بمحاولات هذه القوى الطائفية لإعادة القوة والتماسك للعملية السياسية المتهرئة والمتصدعة وهل يمكن أن تدفع المشاكل والأزمات المستمرة حكومة الإطار التنسيقي إلى محاولة الهرب منها عبر خلق مشاكل سياسية وصراعات مع الكتل الأخرى ضيفات طاولة رافع الفلاحي عبدالله سلمان من حيث ظنت أنها تمكنت من إحكام سيطرتها على مفاصل العراق بعد تشكيل حكومة السوداني دخلت أحزاب الإطار التنسيقي في عمق الأزمة مجددا رغم أنها تحاول التظاهر بمظهر المنتصر الذي استقل بالمشهد وأزاح الخصوم لكن ثم تم طبات بدأت تعترض طريق الإطار التنسيقي تتعلق بالواقع الاقتصادي وظروف الأمنية وتدعيات الضغوط الغربية على إيران فعلى الصعيد الداخلي لا يزال التيار الصدري قادرا على إقلاق راحة قوى الإطار وفتح مواجهة معها مجددا إذ إن التيار الصدري يمتلك مناصرين وله جناح ميليشيوي إضافة إلى علاقات الإقليمية وكما تشير الوقائع لم يغادر الصدر الساحة السياسية بل لا يزال بين الحين والآخر يحرك المشهد ويخرج سياسيه بتصريحات تحمل لغة تهديد لخصومه مجرد وجود كتلة التيار الصدري كدولة موازية لنفوذ الإطار التنسيقي يشكل تهديدا مستمرا لهذا النفوذ الإطار التنسيقي نفسه يعاني من صراعات داخلية تؤجل انفجارها المصالح الآنية إذ ثم تتياران أحدهما له علاقات مع أمريكا بالإضافة لولائه لإيران والآخر خالص الولاء لإيران لدرجة أنه يريد استنساخ تجربة الحرس التوري الإيراني في العراق كذلك على الصعيد الداخلي أصبحت الحراكات الشعبية المستمرة ضد العملية السياسية لاعبا مهما في الساحة العراقية ولسيما ثورة تشرين بعد أن تبلورت معالمها ورسمت خارطة طريق واضحة وبالتالي يشكل الحراك الشعبي عامل ضغط على الأحزاب الحاكمة وعلى الصعيد الخارجي بدأت تشعر قوى الإطار بخطر التقارب السعودي الإيراني الذي قد تكون إحدى ضحاياه لذلك تحاول التظاهر بأن جبهتها الداخلية صامدة ومتماسكة لذلك أطلقت قانون سانتليغو الانتخابي الذي تحاول من خلاله الكتل الكبيرة الهيمنة على الكتل الصغيرة وإلغاء تأثيرها ودورها العملية السياسية بأحزابها وميليشياتها عبارة عن بيادق بيد القوى التي اتفقت على احتلال العراق وما أسرع أن تتساقط هذه البيادق بمجرد تغير المزاج الدولي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في الخوف المتصاعد أو القلق المتصاعد لقوى الإطار التنسيقي من الوضع في العراق على الرغم من انفرادها بالسلطة وهيمنتها على كل مفاصل الدولة العراقية ضيفة طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وسيكون معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الأستاذ عبدالله سلمان الكاتب الباحث السياسي سيكون معنا عبر اسكهيم أهلا وسهلا بياد ضيفين الكريمين هياكم الله هياكم الله بياد شاهدين أهلا وسهلا دكتور هناك الكثير من المراقبين الحقيقة يتحدثون أن الإطار التنسيقي على الرغم من استفراده أو تفرده بحكم العراق بإزاحة ميليشيا الصدر التار الصدري والحقيقة الساحة الآن فقط له وهي منت على كل الساحة لكن يشعر بقلق وضعف وعدم ارتياح وهناك محاولات لإعادة التماسك إلى العملية السياسية المتصدعة فعلا دقيق هذا التحليم بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم الحقيقة منذ تأسيس العملية السياسية ومجيء هذه القوى لتعمل كأجراء في هذه العملية السياسية لرعاية مشروع الاحتلال منذ عام 2003 إلى حد الآن ومنذ التصويت على ما يسمى بهذا الدستور الكسيح عام 2005 إلى حد الآن كل هذه السنوات كل هذه القوى والأحزاب أحزاب السلطة كانت تشعر بالضعف لكن مفهوم القوة عندها مفهوم غير واضح وغير حقيقي كانوا يعتقدون أن مفهوم القوة هي ميليشيات تحمل سلاح فكر طائفي قدرون يبثوا تفرقه وبالتالي هم أقوياء وقادرين وهناك قوى خارجية أقليمية ودولية ترعاهم أولها إيران وأمريكا وبالتالي هم أقوياء لكن معمروا للوقت كانوا يشعرون في كل مرة أنهم ضعفاء جدا في أي مواجهة هم ضعفاء لأن مشروعهم قائم على الخراب والدمار وليس على البناء ليس على إقناع الناس ليس على وجود حاضنة شعبية فعلا ترعى الحكومة وترعى العملية السياسية ومؤمنة بها لا يوجد مثل هذا مع مرور السنوات مع مرور الوقت كانوا يشعرون أنهم ضعفاء وهم مهددين إضافة إلى هذا والفكر الذي يسكن عقولهم ونفوسهم وفكر انتهازي فكر فاسد مخرب اسرق وهرب خذ ما تستطيع وهرب وبالتالي لا خدمات للمواطن لا خدمات للبلاد وكل ما مر الوقت يظهر عوارهم يظهر ما فعلوه في العراق من دمار وخراب ويظهر أن الشعب العراقي كم هو مظلوم بهذه الحقبة المظلمة التي بدأت منذ عام 2003 لحد الآن مرت في تاريخ العراق تاريخ العراق القديم والحديث والمعاصر مرت فترات سيئة وفترات صعبة لكن مثل هذه الفترة العشرين سنة التي مرت يعني عندما تقرأ التاريخ حتى في عهد المغول لم تمر مثل هذه الفترة السوداء في تاريخ العراق مصيبة كبيرة الحقيقة وما حصل العراق من تخريب ودمار شامل حقيقة هذه كانت أمريكا تبحث عن أسلحة الدمار الشامل لكي تخلص العراق من عنده تخلص العالم مثلما كانت تدعي الحقيقة هي من جاءت بأسلحة الدمار الشامل على العراق تدمر العراق وتدمر العراقين بهذه الثلة التي تتعكم بهذه الأحزاب بهذه الطريقة طيب تتعلم كثيرا هذه القوى الآن تملك الدولة لديها الميليشيات لديها الجيش لديها الكواتم لديها الدعم الإقليمي لديها الدعم الأمريكي والعالمي المال في أيديها لماذا هي قلقة؟ لماذا لا تشعر بالاطمئنان؟ سأقول لك أبسط من يخيفها أصلا؟ يخيفها الشعب يخيفها وجود هذا الشعب غير مقتنع بها لا يوجد حاضنة الشعبية أما الادعاء أنه مثل ما يتكلم عمار الحكيم يقول لدينا حاضنة الشعبية وإيمان الشعبي بوجودنا وبمشروعنا هذه كذبة كبيرة هذه الدعاء فارغ الحقيقة وأقول لك بشكل عملي عام 2019 عندما قامت ثورة تشريين هذا الشباب الصغير اللي واجهوه بالرصاص وقتله ألف وجرحوا ثلاثين ألف وجدوا نفسهم ضعفاء جدا لأن هذا الشباب اللي يخرج بالساحات واجههم كاد أن يسقط العملية السياسية وبسهولة كان ممكن يسقطها لو لا كل العنف وكل الإجرام اللي مارسوا ومارسوا كل قوتهم ضده ومعهم أمريكا ومعهم الأمم المتحدة ومعهم إيران مارسوا كلهم كل الضغوطات على هذا الشباب الصغير اللي استطاعوا أن يهزهم بشكل قوي جدا وحسوا أنهم ضعفاء إضافة إلى هذا جاءوا بانتخابات أرادوا أن يثبتوا بيها أنهما قوية وإذا بالانتخابات أكثر من 80% من العراقيين الذين يحق لهم المشاركة لم يشاركوا ونوري المالك اعترف قال أقل من 20% يالله شاركوا في هذه الانتخابات إذن الشعب في وادي وهم في وادي آخر هذا اللي يشعرهم بالقلق يشعرهم أنه إضافة إلى هذا هذه الفترة فترة هذه الحالية يشعرون بالقلق والضعف الشديد لأنه إيران ضعيفة من يستندون إليها الآن إيران مشغولة بكوارث كبيرة إيران لديها ملفات كثيرة داخلية وخارجية ضغطة عليها بشكل قوي أسمع لي خلينا نتحدث عن العوامل الخارجية في نشوء أو خلق هذا الخوف والقلق عند قوى الإطار التنسيق ومنها إيران وربما تطورات إقليمية أستاذ عبد الله سلمان أهلا وسهلا بك أهلا بك وضيفك الكريم ومشاهديكم الأكار أهلا وأهلا وسهلا ارفعونا الصوت لأستاذ عبد الله لأنه أنا أسمع ضعيف الحقيقة المراقبين يتحدثون على ضعف حالة الذعر حالة هلع لقوى الإطار التنسيقي وأنه الحقيقة على الرغم من حياسة لكل أدوات القوة الظاهرية إلا أنه ليس يعني غير مستند إلى جدار مكين أو إلى أرض صلبة هناك خوف وهناك هلع وذعر هل هذا دقيق هل هناك مؤشرات على هذا الخوف أم أن ربما هذه التحليلات الحقيقة تجاه في الواقع أو ربما تحليلات حالمة وليست واقعية التحليلات الموجودة في الشارع العراقي عن خوف وذعر هذه المنظمات والميليشيات التابعة لإيران لها جذورها واستطرادا لما تفضل به ضيفك الكريم عن المشاكل الداخلية وفقدانهم للحاضن الشعبية هناك أمر آخر أنه إيران استخدمتهم ورقة ضغط على المنطقة العربية والجوار العراقي وحتى الإقليمي بضمنها التركية فاستخدمتهم لفترة طويلة في التحرش والإساءة وشعارات معادية وتمويل الميليشيات في سوريا وتمويل الميليشيات في لبنان وتمويل الميليشيات في اليمن كل هذه عوامل أضافت حنق الجوار العراقي على هذه المجموعة وبالتالي هي تشعر أن إيران تتخلى عنها بسهولة وهم في التخلي إيران تخلي عنهم لهم تجربة سابقة بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية تخلت إيران عن كافة القيادات السياسية باستثناء بدر ومجلس الإسلامي لأعلى كونهم تشكيلات تابعة للحرش الثوري الإيراني هذه التشكيلات هي بقت تأخذ رواتبها الضعيفة والقليلة وهمات قليلة حدودية لها أما القيادات السياسية هربت بحجج المؤتمرات وبجوازات مزورة لأنه يعرفون تماما أن إيران تتخلى عنهم فهذا التخلي الآن أيضا ممكن فيما إذا تعالى الضغط الغربي أكثر التخلي عن هؤلاء إيران أيضا تتخلى عنه وفقدانهم للحاضن الشعبية وفقدانهم إلى الحاضن الحضن الإيراني هذا يخليهم يشعرهم بالقلق القلق الكبير وبالتالي هم يتلمسون هذا هم حاولوا بخلال هذه فترة وجودهم في السلطة أن يقدموا لإيران الكثير الكثير على عسابة العراق لم يخدموا يوما واحدا الشعب العراقي بمقدار ما خدمتهم لإيران بكل الأجندات الإيرانية بما فيها المشاريع الاستراتيجية بالمنطقة وخصوصا الهدف الأساس الذي اشترك فيه إيران وأمريكا هو تهديم الدولة العراقية وإضعاف العراق كدولة وتفتيت الشعب على مكونات طائفية وتعميق الهوة الطائفية ومحاولة شقش الكيان المجتمعي للشعب العراقي كل هذه العوامل هي عوامل تجعل من الإطار عوامل خلفة تشعر أنها ركيسة جدا قبل ما تجدمت قد يقول قائل أن هذه الحقيقة هذه الممارسات هذه السياسة هذا التوجه إضعاف المجتمع إثارة النعرات الطائفية إثارة الشقاق بين مكوناتها إلى آخره المفروض أنها عامل إضعاف للعدو الشعبي لهذه القوى ويجعلها هذه القوى تشعر بالاطمئنان أن عدوها وهو الشارع الخندق الشعبي في حالة من الشتات والتصادم أو التناحر وإثارة هذه النعرات المذهبية هنا هذه القوى ما زالت تشعر بالذعر والخوف تشريق أعلنت أن كل نشاطاتهم من 2005 إلى اليوم حتى 2004 إلى اليوم فشلت بحدوث هذا الانشقاق الشعبي أو تعبيق الطائفية أو جعل الإراق مكونات متنافرة ثورة تشريق أعلنت وحدة الشعب الإراقي وإلغاء الطائفية لأنها خرجت من معسكر هم يعتقدون أنه معسكرهم يعتقدون أنه هو هذا الحاضن الاجتماعي لهم قادة ثورة تشريق يعني إراقيين بالمفهوم العام وليس بمفهوم المناطقي أو الطائفي قادة تشريق أو ثوار تشريق وشهداء تشريق هم إراقيون أثبتوا أن العراق واحد أثبتوا أن هذا النهج الطائفي ليس له قيمة وكل مجهوداتهم ذهبت سداء وما تحملوا فقط هو الإثم والعدوان على الشعب الإراقي والكره من الشعب الإراقي لهم وبالتالي هم خسروا كل ما لديهم وثورة تشريق أكدت على أن نشاطاتهم وأعمالهم التي خدمت إيران ليس لها موقع في العراق ونتذكر أن شعارات إيران بر بر بغداد تبقى حرة كل هذا يعني أن نشاطاتهم ليس لها قيمة وليس لها جهد وليس لها قبول في الشارع العراقي وأن المفهوم الوطني العراقي هو الموجود وهو الذي يشكل قلق كبير لدى هذه القوى التي تهيمن موجودة في الإطار التنسيقي والتي تدعمها إيران الإشكالية هنا وليست الإشكالية في أنهم يستثمرون هذه الأعمال لصالحهم بالعكس أنما أثبت التشريق أن هذه الثورة ثورة إيراقية وكل المفاهيم التي وضعت من 2004 إلى اليوم انتهت دكتور رافع هذا الصراع المحتدم والمزمن بين قوى العملية السياسية جميعا طبعا وخاصة بين القوى الطائفية إلى أي حد ساهم أيضا في أضعافي والوهن الموجود الآن في هذه العملية وقواها وهذا الشعور بالخوف والذعر قوى العملية السياسية الحقيقة ينطبق عليهم حال أنهم الأخوة الأعداء الذين يتربص البعض بالبعض الآخر ويفتك به ويعني لا يتورع عن الإجهاز عليه لذلك هذه واحدة من عوامل الضعف الآن التي يشعر بها أو تشعر بها قوى الإطار إلى أي حد أيضا ساهم في خوفها أو ذعرها أو هلعها هذا حقيقي أستاذ ماجد لكن دعني أقول لك يعني ما سمي بالبيت الشيعي الحاكم في العراق متى كانت هم يعتقدون متى كانوا يعتقدون أنه في أوج قوتهم الآن إذا ما سأجيبك على هذا السؤال الآن إذا ما أردنا أن ننظر من هو المنظر أو من هو الراعي لكل القوى الحاكمة يعني الآن ستجد أن هناك شخص اسمه المالكي نوري المالكي وكشخص يمثل نفسه وكفكر يؤمن بالمالكي وهناك من يؤمن بهذا الفكر هذه القضيتين هي الحاكمة أو هي التي تحدد معيار القوة هم يعودون يعني عراب هذه القضية المالكي والفكر الذي يؤمن به المالكي ومن يؤمن بهذا الفكر يعودون إلى عام 2010 عندما حتى عندما أجروا ما يسمى بانتخابات وفازت قائمة أخرى غير قائمتهم أعادت إيران بقدراتها وبانتشار الميليشيات في الشوارع وتهديداتها أعادت المالكي إلى سدة الحكم أعادت هذه القوى إلى سدة الحكم وأظهرت قوتهم أنه إحنا قوياء استطعنا أن نعود للحكم بلعبة من المحكمة الاتحادية بغيرها لكن نحن قلنا لن نعطيها ولن نعطيها خلص إذن إحنا قوياء هم يريدون الآن هذا عرابهم المالكي والفكر الذي يؤمن به المالكي يريدون إعادة الساعة إلى عام 2010 بمعنى أنه البيت الشيعي هذا الحاكم الذي كان قويا ويستطيع أن يثبت نفسه ويستطيع أن يأخذ ما يريده كان أكبر مثال في عام 2010 ما بعد 2010 بدأت المشاكل التي تتحدث أنت عنها بدأت تظهر على السطح هم من البداية موجودة هذه المشاكل لكن بدأت بعد 2010 تظهر هذه المشاكل على السطح هذا ما سمي بالبيت الشيعي في داخله صراعات قوى حزبية وقوى ميليشيوية تتصارف بينها على المكاسب لأنه كم تكسب أكثر كم تستحوذ أكثر مال سائب ومال كبير جدا جدا وثروات كبيرة في البلد يجب السيطرة عليها غازه ونفطه وثرواته وفلوسه وامواله وناسه وبشره ومشاريعه يعني قضية كبيرة جدا جدا ما كانوا توقعوها الإيران حصة ولهم حصة أيضا ويجب أن يأخذون هذه الحصة وكلما قوي طرف يجب أن يضغط على الطرف الآخر ويزيح الطرف الآخر لكي يستحوذ على أموال أخرى من هنا بدأت الضعف وهذه يعني حتى بالتاريخ عندما تدرس التاريخ كل القوى التي تبدأ فيها صراحات بالداخل تبدأ تضعف قبضاتها تضعف هذا اللي أدى إلى ما حضرتك أشرت إلى ضعف هذا البيت الشيعي الحاكم ما يسمونه البيت الشيعي حاكم في هذه النقطة الآن هل هناك بيئة معطيات أدوات لأن يكرر سيناريو عام 2010 وأن الموجودين يظهرون قوتهم ويرجعون المالكي أو من أولى على نهج المالكي الآن هذا متاح الآن أبدا أبدا غير متاح بدليل أنه الانشقاقات اللي بينتهم صارت قوية يعني الضابط لكل هذه هي إيران كان سليماني يأتي ويعيد البيت يرتبه مثلما على فكرة قاءاني في بغداد نعم قاءاني ليست سليماني الوقت تغير المعطيات تغيرت المكاسب تغيرت الأطماع كبرت في نظر هؤلاء الآن ما يقنعون ما كانوا يقنعون بجزء الآن يريدون عشرة أجزاء ما كانوا يعتقدون ما كانوا يقنعهم بمنصب منصبين عشر خمسة ستة مناصب الآن ما يقتنعون إلا بعشر وخمسة عشر منصب وهذا يؤثر على الأطراف الأخرى الأطراف الأخرى لا تريد القدرات وإيران مثل ما قلت لك إيران لديها مشاكل داخلية كبيرة جدا جدا لديها تحديات خارجية وداخلية كبيرة جدا تحاول بكل الطرق حتى بالاتفاقات مع السعودية غيرها هذه تحاول أن تخفف من هذا الوضع المتأزم حولها تحاول أن تخفف من هذا الوضع لكن لا يخفف الحقيقة هناك صراعات وصراع الأساسي حول ملف نووي إلى أن صراع مع أوروبا مثلما صراع مع أمريكا صراع قوي جدا جدا لا يمكن أن نهون منهم هذا كل إضافة إلى الصراع الداخلي هناك الاقتصاد منهار هناك نسبة الفقر عالية هناك يعني ملل كبيرة في إيران تحاول أن تتحرر تحدد دكتور عن قضية المشاكل الإيران في الداخل والضبط الغربي فقط أريد أن أقول أن هذه كل القوى التي في الداخل العراقي الآن وهي بعد أن خرج التار الصدري منهم الآن وانقسموا بهذه الطريقة يشعرون بالضعف يريدون أن يكونوا حكومة هم يشعرون أيضا الشعاب ضدهم وكو قوى من عدهم من داخل البيت الشيعي الآن انقلبت ضدهم لأنه ما أعطوها مكاسب التي تريدها فبالتالي يشعرون بالضعف نعم وإيران غير قادرة أن تسندهم بشكل قوي مثل ما كانت في 2010 لا يمكن يعادة عقارب الساحل يعني صار ضعف بنيوي وضعف أيضا معامل خارجي نعم أشكرك نتوقف مشاهد الكرام عند هذا الفاصل القصير بعد الاستئذان من ضيفين الكريم ومنكم أيضا ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم بلدهم يطفو على بحر من النفط تصارع أكفهم أسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجات ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في مؤشرات الضعف والقلق عند قوى الإطار التنسيقي الحاكم في العراق ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ عبدالله سلمان أستاذ عبدالله خروج أو إخراج أو انسحاب أو اعتزال الصدر للحكومة لم يشارك في هذه الحكومة أضعف هذه الحكومة حكومة الإطار الطائفي أم قواها هذا الخروج هذه العزلة هذه العزلة جاءت بعد اتفاق وتدخل إيراني أمريكي لجعل الصدر يتناحى على أثر اتفاق أمريكي إيراني في اتفاق الهدود البحرية بين لبنان وإيران هذا هو سبب تنحي الصدر وليس أي تنحي آخر والأسباب الحقيقية هذه هي الأسباب أما خروج الصدر وفق استفاقات الصدر لا زال لم يخسر كثير وإنما في العقل أضيف إلى مغانمه مغانم أخرى وهي حصة في مكاسب النجف وأثبتت هذا في لقاء أخير مع محمد رضا بن السستاني مع الصدر لاستلام حقوقه المتفق عليها في هذا هو بالتأكيد أضعفت جماهيريا على أساس أنه الشكل العام أنه منفردوا وتركوا الصدر وهناك أصوات أخرى تجعل منهم أنهم مضعفاء ولكن بالحقيقة هو قواهم على الشكل في هيمنة الإطار على المفاصل الأساسية والمهمة التي تخص أمن الشعب العراقي هيمنت تماما بشكل على المقابرات والاستخبارات العسكرية إضافة هيمنت مسابقة على وزارة الداخلية والأمن الوطني كل هذه الآن هي بيد الإطار مباشرة والتغييرات التي قام بها محمد السوداني عززت هذا الانتصار وهذه القوة إلى جماعة الإطار من حيث القوة الأمنية والهيمنة الأمنية أعطى قوة إضافية إلى الإطار ولكن من حيث الشعبية بالتأكيد هو الفشل الدائم والمستمر هو الذي يضعف الإطار ويضعف غيره لأن الناس نعرف عنه الإطار وجماعة والحكومة هم سبب أداة الفشل والإنيار التي تفضل به ضيفك الكريم بشكل موسع عن سوء القدمات وغيرها فبالتالي الإطار كسب مغانب كثيرة إلى صالح إيران هو الهيمنة على المناطق المفاصلة الأمنية والقوة العسكرية ويشعر النفسه والآن هو الأقوى من السابق بحيث لا تستطيع أي قوة شعبية أو قوة مدنية أو عسكرية أو أخرى من التشكيلات الأخرى بما فيها تشكيلات البيش مرقة أن تتحدى قوة الإطار التنسيقي المهمة على السلطة بشكل مباشر دكتور رافع أيضا هناك من يتحدث من المحللين والتقارير الغربية أن هذا التطور الإقليمي المهم الاتفاق بين السعودية وإيران واستمرار الضغط الغربي على إيران واتهامها بالمشاركة مع روسيا في الحرب في أوكرانيا أيضا كان له مساهمة كبيرة في شعور هذه القوى بالقلق من أن إيران قد تتخلى عنهم قد تكون قدمتهم ثمن لذلك هناك قلق وهناك خوف إلى أي حد أيضا ساهم هذان التطوران إقليميا واستمرار الضغط الغربي والحصار على إيران ومشاكل الداخلية تحدثت عنها قبل قليل حضرتك حقيقة هذه الحق هذا يقال إيران طبعا ليس لديها التزام بأي سوى بمشروحها من يخدم مشروحها هذه القوى الميليشياوية التي صنعتها ودمرت العراق بهذا الشكل وظافة العراق هي جزء من مشروحها هي تريد أن تساعدهم تريد أن تساعدهم لكي ينفذوا لكي يبقوا أجراء يخدمون مشروحها لكن هي في ظرف صعوب الحقيقة ظرفها الصعوب التجاءها إلى روسيا تزويدها بطائرات لا أعرف شنو الوقوف مع روسيا هي كانت تعتقد أن هذا قد يخدمها هذا الحقيقة لم يخدمها الآن كل أوروبا حتى ما كان يؤيدها مثل ألمانيا وفرنسا وغيره وكانوا يؤيدون السياسة الإيرانية وكانوا يضغطون على الولايات المتحدة الموافقة على أي صيغة لاتفاق نووي وإعادة الاتفاق النووي مثل ما كان اللي لغاء ترامب كانوا يضغطون فترة الأخيرة والشهور الماضية شهدنا أن الاتحاد الأوروبي أغلب دول أوروبا الآن تضغط على إيران تريد منها أن توافق على شروط جديدة لكي يوافقها يعني اتفاق نووي جديد هذا لم يكن مطروحا سابقا كانوا يتحدثون عن اتفاق السابق العودة إلى الاتفاق السابق الآن الضغط على اتفاق نووي جديد هذا غير موجود الأمريكان ضغوطاتهم ازدادت عليها موليج العيون العراقين موليج العراق ولا يستخدمون العراق ورقة في هذا الصراع مع إيران من أجل هذا المشروع النووي اللي إسرائيل لا توفق عليه ولا تريد أن تمتلك إيران سلاحا نووي والمنطقة كلها لا تريد إيران أن تمتلك سلاحا نووي إيران مستقتلة لانتلاك هذا السلاح لكي تدخل النادي النووي تكون قوى نووية مؤثرة في المنطقة وكل العالم يستشيرها ويأخذ رأيها ويأخذ قرارها يأخذ بمشورتها في أي قرار في المنطقة هكذا تريد هذا غير متاح الآن هذا كل شاغلها إيران خلال هذه السنوات صرفت كثير من اقتصادها على هذا مشروع النووي غالبية اقتصادها مسكر لهذا المشروع النووي أو لتوسعة قواتها لحماية هذا المشروع النووي هذا كل أضعف الشعب أفقره وأوقف صناعاته كثير من تنمية خطط التنمية أوقفه البلد داخل في نفق مظلم الحقيقة العملة ماتة منهارة غير قادرة أن تساعد على الضغوطات كثيرة في سوريا الآن الضغوطات أيضا كثيرة في العراق الضغوطات كثيرة في لبنان في اليمن هذه كلها ساهمت في أن هذه الميليشيات تشعر بأن إيران غير متفرغة إلا مثلما كانت في عام 2010-2011 متفرغة لهذه القوى ترعاها في كل لحظة وهي قريبة منها الآن غير قادرة أن تقدم لها كل هذه المساعدة دكتورناك أيضا من يقدم مؤشر آخر على خوف هذه القوى وهلاها وعدم شعورها بالاطمينان وأيضا هو المؤشر في نفس الحالة على محاولات للسعي لإحكام السيطرة من جديد للململة أطرافها وهو هذا الاندفاع المحمومة والإصرار على إعادة العمل بقانون سانت ليغو الانتخابي هذه القوى استقتلت على أن يعاد العمل هو هذا واحد من القضايا التي تحدثت عنه إعادة عقارب السعي لعام 2010 وما بعد هذه كانت في الانتخابات عندما يدخلون كل القوى الكبيرة هذه الأعزاب الكبيرة عزب الدعوة الإسلامي ما أعرف منهم هؤلاء ذول كلهم هذه القوى بميليشياته وقوتها تستطيع أن تلغي كل القوى الصغيرة يجب للقوى الصغيرة ما لها فرصة ما يسمون نفسهم مستقلين ما يسمون نفسهم ما أعرف شي يسمون نفسهم لا يستطيعون مثل ما يدعونهم يدخلوا للانتخابات حتى تغيرون هذه كذبة كبيرة يجب أن تدخل تحت مظلة الأعزاب الكبيرة وهي الأعزاب الكبيرة من توزع المقاعد وهي من تعطي لهذا وتعطي لذاك هذا فقده في آخر انتخابات هم يعتقدون يعني هم لاحظ غباءهم يعتقدون أنه الشعب يعني هو القانون اللي يقدرهم وليه الشعب اللي تخلى عنهم الشعب 80% ما شاركوا بالانتخابات بهذا القانون اللي هم رفضوه الآن بالعودة إلى سانت ليغو عودة إلى الأحزاب الكبيرة المسيطرة والأحزاب الصغيرة التي تحت المظلة من هم يعتقدون أن الشعب سي لا هم يعتقدون إذا ما عادوا إلى هذا القانون القديم سيستطيعون التزوير أكثر سيستطيعون أن يدفعوا بهذه القوة الصغيرة أن تكون تحت مظلة وهم من يتصرفون ذلك هو هذه محاولة لعادة الساعة إلى الوراء لعادة جزء من قوتهم هذا تفكيرهم يوصلهم أنه ما فقدنا من قوة ممكن أن نعيده بهذا القانون وبالسيطرة بهذا الشكل لأنه إيران غير متفرغة القوى الإقليمية والدولية غير الترعام وجزء من القوى الإقليمية الدولية لاحظ الآن كل القوى الحاكمة التي كانت تهدد أمريكا وتضرب صواريخ عليها وتدعي ميليشيات وتدعينا مقاومة الآن كلها توقفت عن هذا ما الذي تغير هل تغيرت السياسة الأمريكية هل أمريكا صارت صديقة للإنسانية وصديقة للحرية بين الذين تنوضحها القوات أخرجت بالكامل هذا مفهوم غريب عجيب من الذي يجعلهم يغيرون وجهة نظرهم هم جزء من الضعف هذا جزء من شعورهم بالضعف والخدلان لذلك يريدون أن يتجنبوا الصراع مع أمريكا الآن في ظل غياب إيران الذي غير قادر أن تتصارع مع أمريكا وتدفع عنهم هذا الموضوع أيضا شاغلهم جدا جدا ودعني أقول لك واحدة من النقاط المهمة أيضا والتي هم استشعروها الآن والشعاب يستشعرها لا أعرف في أين قرأت في يعني واحد من الكتاب قدماء يتحدث عن الحكومات يقول الحكومات أشبه بفرق الأطفاء نعم فرق الأطفاء وفريق الأطفاء هو الذي يسرع بأطفاء الحرائق أينما كانت يشبه الحكومات هكذا نحن ليس لدينا حكومات بهذا المعنى تستطيع أن تشع الحرائق تشع الحرائق تأتي بأزمات وقرأت قبل فترة أنه الوقت السريع لأطفاء الحرائق يا ست دقائق كحريق كفريق حريق لأنه الأول ثلاث دقائق تخسرك 27 ألف دولار والست دقائق الأخرى تخسرك 60 ألف دولار يتحدث عن حريق في بيت صغير أما إذا حريق كبير نعم ماضح فإذا ما قسنا هذا على حرائق وأزمات السياسة والمجتمع والاقتصاد والأمن فكارثة كبيرة ولا يستطيع يستطيع هذه الحكومات أن تلعب هذا الدور وهو المطلوب الشعب يريد هذا وسؤالنا للسان عبد الله إذا هذا المشاكل والأزمات المستمرة هذا الشعور بالقلق بالضعف عدم السيطرة قد يكون هناك شعور لهذه القوى أن ثمت قوى أخرى أيضا كان الشريكة تتربص بها تتحين الفرصة للإنقاذ عليها للإنقاذ عليها هل تعتقد أنها ستلجئ قوى الإطار إلى خلق مشاكل وأزمات داخلية وربما تصديرها إلى الخارج كمهرب ومخرج من هذا الوضع القلق والخوف الأزمات بالتأكيد هي نتيجة الفشل المتراكم والأزمات في العراق أو المشاكل في العراق مركبة ما بين الكتل وداخل كل كتلة ما بين الكتل بالتأكيد هي مقسمة لهم من بريمر إلى اليوم مقسمة فتتصارع الكتل على الاستحواذ إلى مساحة أوسع من مات سمح لهم بريمر وبالتالي لهم غانب أكثر وكذلك كل داخل كل كتلة أيضا صراعي يكون على هذا الأساس أما بالنسبة للإطار فمشكلة أكبر هو لا يستطيع الآن الخروج إلى الهروب إلى مشاكل مع الجوار العراقي أو خلق مشاكل أخرى إلا إذا ما أمرت إيران لأنه غير قادر لا توا الأمريكية تقبل ولا الغربية سألنا بالداخل الآن بالداخل حقيقة ليس هناك من قوة قد تخيف أو يشعر بالخوف منها الإطار قوى الميليشيات إلا الضد النوعي وهو التيار الصدري ممكن أن الأمور تصل إلى مواجهة سواء يبتدأ بها الإطار للخروج من أزماته أو التيار الصدري أنا لا أتفق على أنه التيار الصدري هو منافس هو منافس فقط على المغانب والمصالح وليس أفضل من الإطار بأي وجه وليس أفضل من الإطار وإنما هو يلعب دور أنا قلق جدا من الدور الجديد اليوم ترى أنه مثلا العراقين أثاروا ضد سانت ليغو وتحرك أيضا الصدر لمحاولة احتواء هذا هذا الحراك كما تحرك في تشرين الصدر يلعب دور خياني حقيقة صحيح تنافسي لمصالح مع الإطار لكن ليس هو الأفضل من الإطار وبالتالي المنافسات هذا ما قصدت أنا الصراع المركب داخل كل كتلة الصراع ما بينهم كتل على المغانب وعلى النفوذ هو كل ما سيطر الصدر يفكر في السيطرة على المغانب وأكثر من جماعة المالكي وجماعة الإطار لأن هذه المناصب والسلطة تعطيهم مغانب أكثر من السابق فصراع على هذا الأساس وليس صراع على أساس مصالح الشعب العراقي أو على اختلاف في وجهات نظر كيفية تطبيق برنامج وطني من 2005 أو منذ الاحتلال إلى اليوم لم نشاهد ولم يشاهد المواطن العراقي برنامج وطني قامت عليه قوة سياسية للتطبيق أو للنقاش عليه أو الاعتراض عليه أو إضافة لقات الآن يتعاملون على أساس أنه إعادة سانت ليغو ليس لشيء آخر لأنه طبيعتهم النفسية طبيعتهم وتركيبتهم وستقصية الضعيفة لا تسمح بقول الآخر يعتبروها قوة ناشئة رغم أنها تحت هيملتهم رغم أنها لم تقدم شيء رغم أنها بكرد أصوات وضجيج داخل البرنامج حتى هذا الضجيج أزعجه أشكرك سيد عبد الله واضح دكتور الحقيقة بالاستناد إلى تصريح وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي تحدث بطريقة و بأخرى أنه إذا ما كان هناك خطة لعملية مناقلة لكبار الضباط في الأجهزة الأمنية لابد من أن حالة أمنيا يحدث وضرب مثلا بانفجار كبير في بغداد أودى بالكثير من المدنيين بعدها جرت مناقلات لقائد عمليات بغداد وما إلى ذلك استنادا إلى مثل هذا التفكير هل من الممكن الإطار لكي يخرج من ضعفه من أزمته أن يفتعل حريق حتى ولو أودى بأناس أودى بالعراق من الممكن أن يذهب للخروج من هذا جدا ممكن وهذا متوقع وكل المراقبين يتوقعون أن يقوم تقوم هذه القوى الحاكمة في العراق بأي فعل جنوني بأي فعل إجرامي مثل ما قامت في عام 2006 لتخفيف الضغط عن نفسه نعم في عام 2006 التفجير سامرا كان واضح لماذا من هو مسائم به وإيران كيف دبرته ومن نفذه لأجل قامت حرب طائفية وكانت نتائجها معروفة لماذا الآن يعني توقع أن يقتلون شخصية دينية كبيرة مثل ما يسمونهم من مراجعهم من غيرهم يفجرون شيء وبالتالي يريدون أن يحشدوا طائفيا ويخلطوا الأوراق لكي يسيطروا هذا الفعل متوقع جدا جدا وليس غريبا عليهم وجزء من عندهم هم حاولوا بالطرق يعني ما هي يعني خطوات أنت تنظر إلى الخطوات التي تتبعوها لكي يقنعوا الآخرين يقنعوا الشعب أنه نحن أفضل ما موجود هو الآن في العراق هو أفضل أفضل شيء وما تنتقدونه الآن لا تنتقدون لأنه هو الأفضل خلال ذكرى العشرين لإحتلال العراق ظهرت كثير من الكتابات بكل العالم يعني ورصدناها وشخصيات كثيرة من العالم تحدثت أنه هذه كارثة كبيرة كان هذا إحتلال العراق وما جرى خلال العشرين سنة هو عين الكارثة هو شكل من أشكال الدمار الشامل اللي حصل بالعراق تم تدمير العراق وبإرادة أمريكية وإرادة إيرانية هكذا تعدثوا لكن هناك أصوات ربما لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة تحدثت بعكس هذا يعني تحدث بولي بريمر تحدث جورج بوشي الإبن تحدث ما عرفه الفوتيس أو غيره من الأمريكان تحدثه هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي الأسبق تحدثه أمار الحكيم سأبدأ من أمار الحكيم آخر شيء تحدثه أمار الحكيم قال بالنص نحن على اعتاب الذكرى العشرين لتأسيس نظام ديمقراطي اتحادي فدرالي وأصبحنا نمتلك التجربة السياسية والإرادة الشعبية يمتلكون تجربة السياسية وإرادة الشعبية بل عشرين سنة والفرص الأقليمية والدولية الساندة لتعزيز بناء الدولة العراقية أولاً الإرادة الشعبية هذه كذبة كبيرة الخبرة خبرة بالسرقة والفساد والخراب والدمار من يتحدث هو علم من أعلام الفساد والخراب بناء الدولة بعد عشرين سنة من خراب ودمار هذا اللي دفع الشعب العراقي من يتحمل ثمنه من يتحمل كل هذه أكثر من تريليون ونص تريليون دولار ذهبت ومليون ونص عراقين قتلوا وناس استهجرت وناس السجنت وكل كفاءة راحت ودمرت الدولة ومؤسساته والبناء التحتية من يتحمل هذا وشلون تبنيه فالذلك جابوا يعني السوداني كحكومة والكل تمدح به ما تحدث به بول بريمر أنه هاي التجربة أفضل وهاي كذبة كبيرة ما علاق في ذهني هو حديث هو شير زيباري مثلا باختصار دكتور نعم تحدث أيضاً أنه لا هذه العشرين سنة كانت أفضل من كل تاريخ العراق السابق شلون يا بي هو يتحدث من منطق الحاكم الكردي طبق الحاكم الكردية يقول أفضل نعم أنا أتفق معه إذا كان الطبق الحاكمة وشدي يعني مو الشعب الكردي مو أهن الأكراد لا الطبق الحاكم الكردية وضحه أفضل نعم لأن صاروا تجار وصاروا أصحاب أملاك وصاروا غير شكل وصارت عندهم صناعات وصارت عندهم أرصد وبنوق ومعرف منه ومتلكات في كل العالم نعم وسلطة ورهبة وجيوش تحميهم هذا نعم صحيح أما على مستوى العراق فهذه كذبة كبيرة لا ديمقراطية ولا بناء ولا هم يحزنون والديمقراطية والطائفة لا يستويان على صدق واحد ولا يمكن أن يقال عن العراق فهذه واحدة من الخطوات التي حاولوا بها تضليل الآخرين وإقناع الشعب أن الوضع الآن أفضل سقطت في أيديهم سقطت لذلك ربما سيذهبون إلى الخيار الذي تحدثت عنه في أن يثيروا مشكلة كبيرة أو يفعلوا فعلا إجراميا كبيرا هناك خيار آخر من تحدث عن المراقبين أن هذا الموجود الآن الأزمات الموجودة والمتراكمة هناك الفساد بقى الميليشيات تحكم سلاح الميليشيات لم يطرأ أي حالة إيجابية على رغم من مرور عدة أشهر ولا هناك أيضا مؤشرات الحقيقة يتحدثون أن هذه ستخلق بيئة بيئة مناسبة لثورة شعبية جديدة أكثر زخما وأكثر عنفا أنت ترى هكذا ستال عبدالله مؤشرات على ثورة شعبية تأكيد الشعب العراقي اليوم على قناعة تامة أنه هذه الطبقة الحاكمة وتجربة 20 سنة ومشهد مرعب لمدة 20 سنة سوء الخدمات قتل إرهاب كذب على العالم غش كل 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 أفعال الرذائل ضد الشعب العراقي هذا دفع الشعب العراقي على قناعة تامة على أنه لا لا سبيل لا سبيل إلا اجتثاث هذا النظام من قرارات برويمر إلى يومنا هذا وهذه الثورة الآن حتما ستقوم لأنه المسببات قائمة والظروف مؤاتية أنه الحنق الشعبي سوء الخدمات انهيار الدولة سقوط كل معايير القيم الإنسانية المخدرات كل هذه هي مسببات للثورة قائمة حتما ستقوم وتزييل ولا يمكن ولا يمكن لهذه العملية الاستمرار لذلك هم محاولون رجعون إلى المربع الأول من الطائفية وسانت ليغو وغيرها وقتل الناس على أساس طائفي وعمليات ما بدأوا بديالة كان أحد أركان على أساس أنه يتطور إلا أنه الناس رفضت هذه العملية وشعروا بالخيبة من أنه لا بد أن يتوقفوا بذلك توقفوا بعدم تطور أحداث إديالة نتيجة الضغط الشعبي فبالتالي الشعب بالتأكيد لكنه نحن نقول دائما لا نسر بالأسرار على لسان على لساننا كمتابعين وإنما الشعب الإراقي هو الذي يحدد وسائل إسقاط هذا النظام لأنه الأدرى بقدراته وإمكانياته وظروفه الخاصة وبالتالي الإسقاط هذا النظام قائم وهو الهدف المركزي الأساس الذي يعمل عليه الشعب العراقي وقوه الوطني بما فيها قوة تشريم التي الآن سُقلت بشكل أفضل بعد أن سقطت منها أوراق صفراء كانت تدعي أنها قوة تشريمية وهناك حراك أيضا وطني لتوحيد قوة المعارضة بشكل أفضل لتدعيم العمل السياسي الخارجي والداكلي لنصرة الشعب العراقي عندما يثور على هذه الطهمة وبالتأكيد هناك قوة داخل الحراك العراقي بشكل عام تناصر هذه التورة شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة من طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو وكان معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاج عبر سكايب الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب الباحث السياسي أشكركم مشاهدين الكرام وإلى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة